التقريب يقول أطلقة الجامعية المصرية لأبحاث المسالك البولية بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والجامعية الطبية المصرية النسخة الثانية من الدلائل الاسترشادية المصرية لعلاج أمراض المسالك البولية باعتباره أحد تخصصات الدقيقة والهامة في مجال الطب شارك في المؤتمر الذي نظمته الجامعية برعاية شركة إيفا فارمال الأدوية نغبة منها الخبراء والأساتذة في تخصص المسالك البولية من مختلف الجامعات المصرية كما شارك خبراء من فرنسا وأسبانيا والنمسا وعدة دول عربية مشاهدين تقرير مهم جدا جدا وبعد التقرير هتكون نهاية فقرتنا ونهاية حلقتنا أنا بشكرك شكرا جزيلا ترايتل ده الاسترشادية مهمة جدا لأنها بمثابة ميساق أو مرجع مرجع أكيد وقوي جدا لجميع الأطباء المصريين اللي بيشتغلوا مسالك البولية ومرجع يعتمد عليه الطبيب والمريض كمان لأن المريض برضو لما يرجع لحاجة زيدي بعارف إيه الحاجة اللي بتتعمله صحة ولا غلط الطبيب عنده كل المرجعية لكل التشخيصات والعلاجات لجميع فروق المسالك البولية كان في السابق بيتم الاحتكام إلى قواعد هامشية ولكل طبيب أن يحكم كما تعلم أو كما يومليه ضميره أو كما ولكن ليس يكون قعدة ثابتة يتم الحكم عليها هذا بيطفي كمان إلى ظهور الجديد من الأبحاث الطبية الثقة في الخدمة الطبية التي ستقدم للمريض فتح أفاق المستقبل لأبحاث جديدة عملية تقييم الآلات الطبية المتاحة وتقييم الأدوية الجديدة حين استخدامها احنا فيما يخص جرحة المسالك البولية وفراحة أخذنا المبادرة وبدأنا بعمل دلائل استرشادية دلائل استرشادية يعني دي اللي تقول في الحالة المرضية يعني الفلانية أو الحالة المرضية الوضع الفلاني نقدر نعمله إيه الطبيب يقدر يعمله إيه لصالح المريض بشكل آمن وبشكل فعال ما هي الوسائل التشخيص وسائل العلاج سواء كان علاج طبي أو كان علاج جراحي أو غيره فالدلائل استرشادية دي منقول كده زي مرجعيات للتشخيص وعلاج الأمراض دلائل استرشادية دي دي يمكن النسخة التانية منها أو الطبعة التانية والحقيقة إحنا جروب كبير قوي اتقسم ساكاشن أو أكتر من جروب يعني كل جروب واخد تخصص معين جوه تخصص المسالة الكالبولية فهي هامة جدا بالنسبة للموطن وبالنسبة للأطباء لأن إحنا بالنسبة للأطباء وبالذات الجونيورز أو اللي هما لسه إن شاء الله يعني جايين في الطريق دي الدلائل تقول لهم هيعملوا إيه ويشتغلوا إزاي في حاجات معينة بحيث أنه هو يعرف لما يجي يطبق الشغل ده على أي مريض يبقى هو بيطبق بالأسس المزبوطة الصح اللي متعرف عليها دوليا والتي تخص مصري تحديدا ويمكن الوطن العربي كمان على واكه العموم أو الإقليمي يعني احنا كلنا كنا بنسبة عن الـ European Guidelines وعن الـ American Guidelines اللي بيحصل النهاردة ده تطور عظيم في مجال الطب في مصري يعني إن يكون عندك دلائل استرشدية كل المصريين وكل دكاترة بتوع المسالك for example اللي أنا بتكلم على الجزء اللي يخصني في الموضوع يبقى عندك دلائل استرشدية كل المصريين بيمش وراها ما فيش حد بقى عنده الـ options إن هو يفتي في الطب الحقيقة يعني إن إحنا عندنا المصريين بيفتوا في كل حاجة حتى في الطب فباللوتي يبقى عندنا Guidelines كل دكاترة السوارين والكبار بيمش وراها يعني يبقوا عارفين وبعدين الموضوع من أكبر دكاترة المسالك في مصري اشتركوا في القناة